بسم الله نبتلي بدا ونلتمس رضا سبحانه جل علا به نستعين وعلى هداه نستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا بحضراتكم في دنيا ودين بنتكلم النهاردة عن الحب في الله ما أجمل وما أحلى وما أفضل أنك تحب اللي قدامك في الله في ناس كده ممكن بتدخل قلوبنا من غير ما نتكلم معهم وتقول والله الشخص ده سبحان الله أنا بيحبه في الله بيدخل قلبي كده من غير ما نتكلم مع بعض في ناس كده ربنا تدالهم القبول وأفضل شيء أنك دايما تتعامل مع اللي قدامك يكون الحب في الله ما يبقاش الحب لمصلحة ما يبقاش علشان وقت المصلحة بتلاقي الدنيا تمام وبعد المصلحة ما بتخلص الحب اللي كان بينك وبينه انتهى تماما لكن طالما الحب في الله أكيد هتلاقي الحب مستمر ويا رب اجمعنا جميعا في محبة المولى تبارك وتعالى ومحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنتكلم أكتر مع شيخنا الفاضل والقليل اللي مشرفنا نهاردة في دنيا ودين الشيخ عيلي اسماعيل من علماء الأظهر الشريف أهلا بك يا مولانا أهلا وسهلا معنا الدكتور رحب الله بك الله يكرمك مبدأنا قبل ما نبدأ إني أحبك في الله يعني أحبك الله الذي أحببتني فيه وإني والله أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا عدد أنفاس البشر وحبات المطر وقطرات الماء وذرات الرمال وعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلى عليه وعدد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات واجعل لنا من بركات الصلاة والسلام على سيدنا محمد من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فارجا وارزقنا من بركاتها سطرا وقبولا وتوفيقا ونجاحا وفلاحا وغينا وعافية وعففا يا أكرم الأكرمين اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفري بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وإن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه واحد من أصحاب النبي الكرام رضا الله عليهم في مسجد المدينة قال فجلست فإذا شاب يجمع الناس حوله يتعلمون منه وأنهلون من علمه وعكمته فسألت قلت من هذا قال هذا معاذ بن جبل كان يحبه صلى الله عليه وسلم قال فذهبت إليه وقلت يا معاذ إني أحبك في الله قال فأمسك بزمام ردائي وهزني وقال آه الله قلت آه الله قال آه الله قلت آه الله قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجارسين فيه والمتباذلين فيه والمتزاورين فيه الله إذن الحب في الله يستوجب محبة الله سبحانه وتعالى وإن الله تعالى أجلس ملكا على نصية طريق لرجل كان يخصد صديقه في بلدة أخرى قال أين تريد؟ قال إلى بلدة كذا قال هل لك من مصلحك؟ قال لا إني أحب أخي في الله هناك وأريد أن أتزاور أنا وهو في الله قال هل له من نعمة تربها علي في مصلحة أو منفع منهم؟ قال أبدا غير أني أحبه في الله قال فإني ملك رسول من عند الله تعالى أخبرك أن الله يحبك بحبك لهذا الرجل طيب مولانا هل يعني لو واحد بيحب حد يعبر ويقوله أني أحبك في الله ولا مشارط الموضوع له ما أجمل سؤالك هذا السؤال أخبر أنا عنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخاه في الله فليخبره فإن ذلك أوثق لهذا الحب جميل يوثق الحب تمام لما حد يقول لحد والله إني أحبك في الله يجيبه فيقول أحبك الله الذي أحببتني فيه أحبك الله الذي أحببتني فيه نعم جميل هذا لأن الله سبحانه وتعالى شاهد على هذا الحب يعني ليس هناك شاهد في محبتك لله سبحانه وتعالى وذلك ربنا عملها في حديث قدسي قال الله سبحانه وتعالى سبعة يظلهم الله في ظليه وما لا ظل إلا ظله ورجلاني تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ونقدر نوثق الحب يا دكتور بابيه بهدية تهادو تحاب تحاب قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال أفشوا السلام بين الله الله السلام والمحبة اللي هو دين الإسلام نعم دين المحبة نعم وليس البغض والكره مولانا أحسنت لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه القلوب والحب موطنه القلب تعبر عنه الجوارح بكلمة طيبة صدقة بابتسامة في وجه أخيك صدقة بإقالة عثرة أخيك صدقة جبرا لخاطره صدقة تدفع عنه جوعا هذه كلها من الصدقة ربنا يا كريمك يا مولانا سأزنك ونأخذ معنا الحج أم وأسماء السلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم وعليكم السلام يا أهلا بك يا أمي تفضلي يا أكل سلام تطريبين وحضرتك بألف خير يا رب تفضلي يا الله تمحك العزاء الشيء يا أهضب على الصلاة حاضر يا فندم يدعى الأمي يلعقها تنتعبعنا شوية يا رب ربنا يشفيها ويعفيها حاضر يا أم أسماء أهضب أسعى سؤال ثاني تفضلي ربنا عجيب العيال ويتوفو والناس ما يعني أول ما كلمهم ما قدنش يكلموني عشان موضوع استعب باندي السؤال واضح عمولها يعني الناس اللي بتوف معاك وبتساعدك بعد ما بيساعدوك وبيموتوا لا أنا أنا عجيب أنا معجيبش عيال تمام عجيبهم ويتوفوا يعني تمام تمام حاضر سؤال واضح يعني أستاذ مثل جراني ما قدنش يكلموني تمام السؤال واضح ما أولنا يعني أنا أكلمهم ما قدنش يكلموني السؤال واضح يعني يعني أنا علي أوزر حاضر حاضر يا حاجة أقولك حاضر 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 شكرا جزيلا يا أم أسماء أولا يعني من مات له طفل صغير قبل بلوغ سن الحلم هذا يكون كما قال صلى الله عليه وسلم فرطا لوالديه يكون شافعا لهم عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول أقبضتم روح ولدي عبدي قالوا نعم أقبضتم فلذة كبده قالوا نعم يا رب قالوا قال الله تعالى ماذا يقول عبدي قالوا حمدك واسترجع قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد هم بقى الناس جرانك ما بيكلموكيش بقى خشية من إنك تحسيديهم أكوذة أو كذا ذلك شأنهم ولا تشغلي بالك المهم اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله سأذنك يا مولانا معانا أستاذ وعد السلام عليكم السلام عليكم فضلي يا فاندي والله أنا كنت أعود أن تشفح هذا يعني تفضلي بص أنا عندي 18 سنة تمام اتخطبت موانا عندي احتبر يعني كان في حد متكلم علي موانا عندي 12 سنة موانا احتبر لسا عينة وبعدين فالشخص ده ما تعلقت به أو حبيت ومقلتش عوجا له هو وتخطبت له كده والحمد لله تمام فالشخص ده حصل من وراه مشاكل كتير قوي اه أنا أم وأبوي ما كنش موفقين عليه يعني أنا أم وأبوي ما كنش موفقين على قصلي بسبب المشاكل تمام فطبعا الشخص ده أنا تأذيت بسببه يعني أنا تعملني أعمال واستحرت وكلام ده كله وبعدين بعدين في النهاية إيه اللي حصل فيها النهاية الشخص ده آآ سابني سابك سابني سابني أنا يعني الشخص ده بقولك أنا كنت بحبه جدا طيب أنا كنت عامل حاجة تقع عشانه وفي النهاية سابني لسه متعلق بيه ولا خلاص فالشخص أنا جوّلت طب تمام أنا الحمد لله ربنا كرمني بإنسان وراجل قويس وطيبه الحمد لله إيه المشكلة المشكلة أنا مثلا أحبه مش عارف أنا حتى طيب طيب حاضر طيب حاضر طيب حاضر طيب حاضر يا سيدة وعد اسمعينا بقى بعد الفاصل إن شاء الله هنستازن المشاهدين المحترمين ونروح لتقرير عن مسجد الفتح اللي موجود في قرية سامعان مركز أولاد سقر في محافظة الشرية هنشوف اللي بيحصل في المسجد ونرجع نكمل معاكم بإذن الله في دنيا ودين موسيقى يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة فنحن اليوم في بيت من بيوت الله عز وجل وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن بيوت الله في الأرض المساجد من من حضراتكم يذهب إلى بيته ويراه بهذا المنظر فهذا منظر لا يليق لبيت من بيوت الله عز وجل فنناشد أهل الخير لإعمار المساجد في الأرض فهو بيت من بيوت الله عز وجل نحن في قرية يسكنها ثمانية آلاف وخمسمائة نسمة هذا المسجد هائلا للسقوط يحتاج منا كعباد الله في الأرض إعادة إعماره فهذا بيت من بيوت الله عز وجل لا يليق به ولا بالمصلين فنناشد أهل الخير لإعمارة بيت من بيوت الله عز وجل في أرض الله عز وجل إنه مسجد الفتح بقرية سمعان الكبيرة مركز ومدينة أولاد سقر يحتاج إلى عمارة يحتاج إلى تجديد يحتاج إلى هدم وبناء من جديد يحتاج إلى فعل الخير يحتاج إلى صدقة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجداً ولو بمفحص قطاه كمثل عش العصفور بنى الله له عز وجل بيتاً في الجنة فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاس صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالصدقة الجارية تكون لك عند موتك وفي قبرك وأنت في أمس الحاجة إلى عفو الله عز وجل وإلى غفرانه وإلى جنات النعيم فنشكر السابقون إلى الخير فقال الله عز وجل في كتابه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فنشكر القائمين على هذا الصرح ونشكر جمعية الإمام عمر بن عبد العزيز على المبادرة والمساهمة في عمل الخير ونأمل في أخواتنا المسلمين على مساعدتنا لأن هذه القرية أو هذه البلدة أهلها لا يقدرون على هذا العمل فنأمل في الله عز وجل وكلنا يقين أن ينصر لله عز وجل وأن يرسل لنا أهل الخير ليؤينونا على هذا الصرح وعلى هذا العمل وأرجو لكم أن الجامع صقت علينا وإحنا جاعدين بنصر وإنتوا هتشوفوا الجامع منظروا قدامكم إيه إحنا ناس فجرة ونسى الله إحنا طلبين منكم فاعل الخير اللي يجي بنا تن أسمن تن حديد أه ألفين طوب اللي ربوني يجدر عليه على فاعل الخير وإحنا نرجو منكم أن أنتم اتسعدونا ما بيردوا ربنا عشان خاطر إيه إن إحنا ناس كبار في السن والجامع بعيدة عننا وعدنا ماشيين على عصي إحنا عدنا ماشيين على عصي مش بنقدر نمشي وإحنا جاعدين والجامع سجت علينا والله الرجل بصلي وساجد والجامع نزل عليه فتح راسه وإحنا نرجو منكم إن شاء الله فاعل الخير اللي ساعدنا ويجون معانا واللي يقدر عليه يعملهم اللي يرضربنا أخرى في دنيا ودين بنتكلم النهاردة عن الحب في الله وما أجمل إنك دايما بتتعامل مع اللي قدامك وتحبه في الله ابقاش لمصلحة بقول العلاقة اللي بينك وبين الطرف التاني لو مبنية على المصالح ومجرد انتهاء المصالح كل واحد بيروح لطريق كل واحد بيروح في طريق مالوش دعوة التانية حتى لو واحد والله جاب سيرة التانية بشكل غير لائق ممكن أنت ما تتكلمش ولا تدافع عنه لكن لما بيكون الحب في الله بتلاقي كل شيء طالع لله يا رب دايما دايما المحبة اللي بيننا وبين بعض تكون دايما في الله وأعتقد جمهور دنيا ودين والناس اللي بتواصلوا مع جامعية عمر ابن عبد العزيز واللي بيسهموا في بناء المساجد عمرهم ما يعملوا الكلام ده إلا إلا إذا كان في حب لله وحب لله فيا رب دايما على محبة مولا تبارك وتعالى ومحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نكون دايما بتجمعين قبل الفاصل كان معنا تقرير عن مسجد الفتح اللي موجود في قرية سامعان مركز أولاد سقر في محافظة الشرية وقلنا قبل كده أن المسجد محتاج حاجات كثيرة جدا محتاج عملية الهدن ونبدأ نبني فيه من جديد وشوفنا في التقرير وشوفنا قبل كده الشيخ عيلي اسماعيل كل ما يحط إيله في أي اتجاه هو بيمسك المحارة بتطلع في إيديه بيشاور على السقف تلاقي فتحة كبيرة تلاقي الحيط لو حد بيصلي ممكن لقدر الله الحيط تقع عليه ولذلك كان القرار اللي هو بغلق المسجد النهائي ومنتظرين عملية الهدن أهل القرية هناك بيقولوا إحنا ممكن نساعد في عملية الهدن لكن موضوع البناء مرة أخرى بالنسبة لنا هيكون مكلف ويكون صعب شوية علينا علشان كده دايما بنطلب من أهل الخير اللي بتفرجوا علينا في دونيا ودين اللي عايز يساهم في مسجد الفتح بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز ويا رب دايما متجمعين في الخير والحب في الله اسمحوا لي ورحب بضيف الغالي والجليل الشيخ عيد اسماعيل من علماء الأفضار الشريف أهلا وسهلا مع للدكتور محمد بارك الله فيك الله يكرم بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والذي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاط يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وحينما نتحدث عن بيوت الله سبحانه وتعالى تجد الحديث ماتع وشيق مهما تحدثت في هذا الباب فلن تصل إلى درجة الكمال في توصيل الفضل والشرف من الله سبحانه وتعالى لكل من نوى وكل من ساهم وكل من تصدق وكل من سعى ولو بخطوة ولو بكلمة ولو أنه دل الناس على الخير فالدل على الخير كفاعله كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والخير دائما في قلوب المؤمنين وفي قلوب الموحدين خاصة أن هذا الباب باب بينك وبين الله سبحانه وتعالى ودائما وأبدا أقول اجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة واجعل بينك وبين الله سر واجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى عملا صالحا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وليس أدل على أن العمل الصالح الذي تبتغي به وجه الله ينجيك من مواطن الضعف ومواطن الابتلاء ولحظات المصاب الكبير الذي من الممكن أن يصاب به الإنسان والحياة دائر ابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا يا رب قال ليبلوكم تمام أيكم أحسنوا أعمل أحسنوا أعمل أحسنوا أعمل مش أكثر عمل إذن القضية قضية ماذا أحسنت في نيتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى هنا من المهم أن تفهم أن هذا العمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى يستلزم إخلاصك لله سبحانه وتعالى واستحضار النية أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وفي سبيل الله وهذا المسجد من أبواب الخير في سبيل الله سبحانه وتعالى لأنه ليس فقط مكان للصلاة وإنما مكان لتحفظ القرآن الكريم إذن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفاظ على هذا القرآن في الصدور قبل الصطور وأيضا تعليم النساء وبناء الأمة يستلزم أن تبني هذه الأمة فكما علمنا النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أن المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها إن لم تعرف حق الله عليها وحق زوجها وحق أبنائها وحق والديها فلا خير فيها وذلك سيدنا لبس وقال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها دخلي الجنة من أي أبوابها شيئتي من أي مكان تدخلين إذن فالعمل الصالح هو النجاح أولا للارتقاء بالإنسان ثانيا لنجاة الإنسان وانتشاله من أحزانه ومن همومه وابتلاءاته التي خلقوا الله في هذه الدنيا ليبتلى ويمتحن فيها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة الذين دخلوا في الغار وحدثت عاصفة شديدة مطيرة واختبأوا في الغار حتى يهدأ الجو ويكف المطر وتهدأ الريح فنزلت صخرة عظيمة سدت عليهم باب غارهم فقالوا لا مخرج لنا حول أنهم يدفعوا هذه الصخرة عن فوهة الباب فلم يستطيعوا فقال واحد منهم ذكي قال لو أننا سألنا ربنا سبحانه وتعالى أن يفرج عنا كربتنا هذه بكل عمل صالح خبيئة صالحة بيننا وبين الله لنجان الله سبحانه وتعالى تمام فأصبح المخرج أن كل واحد يدور في ذاكرته عن عمل كان خالصا لله سبحانه وتعالى يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فتخيل الأول قال يا رب اللهم إنك تعلم أنه كان لي والديني شيخيني كبيريني وكنت آتيهما بغبوقهما أحلب اللبن وأجبلهم اللبن يشربوا هم أولا ثم أسقي أطفالي وأشبع أولادي تمام فجئت ذات ليلة متأخرا عليهما فوجدتهما نائميني شوف البر يا دكتور فوقفت عند رأسهما أستحي أن أوقظهما من نومتهما حتى استيقظ وأطفالي يبكون جوعا عند قدمي سبحان الله ولم أعطي أولادي قبل من قبل والدي يعني النهار ظل بياكل ويشرب وينسى أبوه وينسى أمه ويتمتع بملذات الحياة وينساهما هذا قصر في حق نفسه هو صحيح والله إن البركة ضعت منك وإن الخير ضاع منك وإن كنت على قدرك تفعل فجزاك الله خيرا لكن لا تحرم والديك من أجل أن ترضي زوجتك وأولادي قال اللهم إني وقفت عند رأسهما حتى استيقظ فشرب غبوقهما ثم أعطيت أولادي يا رب إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عننا ما نحن فيه قال فانفرجت الصخرة انفراجة لكن لا يمكن أن يخرج منها الإنسان قال لخلاص خش على التاني فدعا الثاني رب قال يا رب اللهم إنه كان لي عمال وأجراء يعملون عندي وأعطيت كل أجير حقه إلا واحد أيها انصرف ولم يأخذ ما له وأجرته فأخذتها وربيتها له فضلت أشتري دجاج وأشتري ماعز وأشتري كذا حتى أصبح له غنم بين جبلين م شاء الله فجاء بعد أعوام عديدة وقال اعطني أجرتي قلت تريد أجرتك؟ قلت خذ كل ما بين هذين الجبلين وانصرف قال تهزأ بي لأني فقير وإني على حاجة وكذا قال والله أبدا هذه أجرتك ربيتها لك استثمرتها لك حتى ما ألشي مثلا أخذ نصها من العملت لم يوجد لنفسه أي مبرر أن يضيع أمانة هذا الرجل ولكنه تاجر فيه أنا أقول باهنة إذا كان هذا فعل بشر لبشر أجرة بسيطة جدا أجريوم فرباها له فأصبحت غنما بين جبلين فما بالكم إذا رب الله لكم صدقاتكم الله الله ما بالكم إذا استثمرت مالك مع الله في بناء بيت من بيوت الله أو فعل خير من أبواب الخير الكثيرة جدا التي جعلها الله أبواب رحمة قال فأعطيت هذا الأجير هذه الغنم فأخذها كلها وانصرف ولم يترك شيئا واحدا قال فانفرجت الصخرة انفراجة غير أننا لا نستطيع أن نخرج منها في المرة التالتة قال فدعا الثالثة قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت جميلة وكنت أحبها وراوتها عن نفسها قلت جاءت في ذات يوم من أيام طلبت مني مالا قرضا فقلت لها حتى تمكنيني من نفسك قال فلما على مضض يعني وغصب عنها ومجبرة قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه تمام قال فقمت وارتعدت وقيل في رواية أخرى قالت أغلقت كل الأبواب قلت نعم قالت إلا باب الحي الذي لا يموت لم يغلق أبدا إن كنت يا رب أعطيتها المال وفعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا ببركة المهي سبحانه وتعالى مولانا ببركة المولة تبارك وتعالى زي ما حرك بتقول بالضبط إذن أعمال الخير وحب عمل الخير وحب الناس والمحبة تكون لله وفي الله هي دليل على تفريج الهم والقرب والحزن وأي شيء أنت بتعاني منه دايما عمل الخير هو المفتاح اللي ممكن يخرجك ويحل أي مشكلة أنت بتعاني منها نكملين معكم في دنيا ودين معنا أيضا تقرير عن مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري مركز دي كيرنس بمحافظة الدالية هنشوف إلي بيحصل فيه ونرجع نكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين من هنا من مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري بمركز دي كيرنس محافظة الدقهلية جئنا على أرض الواقع لنرى هذا الصرح العظيم ما يربو عن سبعمائة متر بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن كان مسجدا صغيرا لا يكفي بضعة عشرات من الرجال ما شاء الله تبارك الله المسجد الآن أصبح يسع الآلاف بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذه الجهود المباركة والحفيثة لهذه المؤسسة المحترمة المؤسسة التي من الله على هذه المؤسسة برجال يحبون الخير ويسعون إلى كل باب من أبواب الفضل وخاصة إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى هي مؤسسة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تيجي هنا وتشوف هذا المكان المسجد الوحيل في هذه العزبة وأنا بحترم جدا جدا التفاصيل علشان أعيش السادة المشاهدين الكرام في تفاصيل هذه الأماكن وهذه البيوت المباركة زي ما حضرتك شايف كده المسجد الآن واقف على صبت الخرصانة اللي هي السقف بفضل الله تبارك وتعالى لسه قدامنا القبة ولسه قدامنا المئذنة لسه قدامنا مشوار طويل لكن خلينا ناخد خطوة خطوة الخطوة الحالية نحتاج إلى خمستاشر طن حديد فورا ياريت النهارده أبر بكرة ياريت ألاقي دلوقتي خمستاشر متصل كل متصل يقول أنا متبرع بطن حديد الأرقام على الشيطان لا يمنعك إلا أن تراودك نفسك عن الحق وعن الخير وتمنعك من المعروف الإنسان إذا نوى الصدقة فتح له الشيطان سبعين بابا اعلم أن الله تبارك وتعالى ما دام قد أذن لك تسمعني الآن وأن تشاهدني الآن وأن تنظر بقلبك لا بعينك وتسمع بقلبك لا بأذنك أن تراني الآن في هذا الموقع موقع بناء مسجد الرحمن بعزبة الحنجيني في محافظة الدقهلية إذن فأنت مسعود بفضل الله تبارك وتعالى بل أقول أنت موفق وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله محتاجين دلوقتي حالاً 15 متصل يتصل بالأرقام اللي على الشاشة يقول أنا متكفل بطن حديد أو بالخمستاشر طن حديد علشان نقدر نكمل إن شاء الله صبت السقف وبعدين ندخل في مرحلة القبة ثم المئذنة ثم يعني ما يليه بعد ذلك من إنجازات إن شاء الله تخيل بقى 700 متر دول حصل إيه عشان يتم بناءهم تخيل كل متر كام واحد من أهل الفضل والبر والمعروف ساهم فيهم كام واحد ساب القاهرة واللي ساب الصعيد واللي ساب وجه إبلي واللي ساب بحري وجه بنفسه هنا في مسجد وعلى فكرة المسجد على الطريق يعني حضرتك تقدر تاخد عربيتك وتقدر تيجي بنفسك وتشوف بنفسك على أرض الواقع تشوف المسجد محتاج إيه يا سلام لو حضرتك جيت وقلت والله أنا متكفل بكل الدهانات بكل الأخشاب اللي موجودة في المسجد بكل السباكة بكل الإنارة هو ذا اللي احنا طلبينه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع تحدث بعد هذه الآية فقال رجال لا تلهي امتجارة ولا بيع أئذن الذين يقومون ببناء هذه المساجد ويقومون برفع قواعدها كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يفعل ذلك إلا بتوفيق الله لأن الله يحبهم لأن الله أحب منهم الخير لما كان واحد من الصالحين يلاقي نفسه كده عنده كسل مش عارف يقوم يصلي ركعتين قيام ليل ولعارف يتصدق كان يصرخ ويبكي ويقول أخاف أن يكون الله كاره صلاتي فأقعدني عنها أن يكون الله سبحانه وتعالى كاره صدقتي فأقعدني عنها فالقضية قضية ماذا ادخرت لنفسك عند الله سبحانه وتعالى ماذا أبقيت لنفسك عند الله سبحانه وتعالى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لديما نقول وذكر الناس به سيدنا النبي قالها واضحة وصريحة أنت لا تملك عند الله تعالى إلا ما قدمت لله في حياتك قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا قال فما أنفقت لله في بيت الله قال فما أنفقت لله فهو مالك وما تركت فهو مال ورثتك ودائما وأبدا تذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطعا انقطعا انفصل عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له الثلاثة هنا بركاتهم هنا رحمات الله هنا بركاته هنا مكان منير بنور الله تبارك وتعالى بيت من بيوت الله يستغيث بكم نريد أن نتمم هذا البناء على خير إن شاء الله محتاجين دلوقتي اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة نزاكم الله كل خير وجعلوا في ميزان حسناتكم بادر وسارع واحجز مقعدك في الجنة تقبل الله منهم في مصالح الأعمال أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين بنتكلم النهاردة عن الحب في الله وزي ما بنقول ما أجمل الحب في الله وسيدنا عيسى المسيح عليه السلام بيقول الله محبة وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا يعني معنى لن تدخلوا الجنة حتى تحبوا معنى الحديث كده فالحب في الله هو المفتاح اللي ممكن يدخلك في الجنة ومن أكتر المواقف اللي بتوضح الحب في الله إنك لو محافظ على الصلاة في المسجد هتلاقي شخصيات أنت ما تعرفهاش شخصيا لكن عينيك دايما عارفه وهو عارفك من غير ما تعرف اسمه وتلاقيك بتحبه في الله وأصبح فيه ود بينك وبينه وأصبح فيه تعرف من غير مرتكلم مع بعض القلوب كده مع بعض مستريح نفسيا طيب هو لا بيديك حاجة ولا أنت بتديره حاجة ولا بينك مصلحة ولا بينه مصلحة ولا أي شيء ورغم ذلك كده أنت بتبقى مفصوص أنك شايفه ويبدأ الألفة واحدة واحدة كده تقرب وتبدأ هو يعرفك شخصيا أو أنت تعرفه العلاقة أصبحت مبنية عن الحب في الله وخصوصا بقول لما بتكون في المسجد أهمية المسجد النهاردة أنه بيقرب العلاقات بيننا وبين بعض أنه بيقرب المسافات بعيدا عن إقامة الصلاة والشعائر وحفظ القرآن ولو كان فيه مكان مصوصف طبي أو خيري لكن إحنا كعلاقات إنسانية بيننا وبين بعض المسجد صاحب الدرجة الأولى في تقريب هذه العلاقات الجميلة والحميمة واللي فيها حب وقرب من المولى تبارك وتعالى ده كان مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري مركز دي كيرنس بمحافظة الدعالية أعتقد زي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشة جزء كبير الحمد لله تم الإنجاز وتم الانتهاء منه يعني باستثناء اللي حضراتكم شايفينه عايزين بقى ينتهي على خير كان الشيخ عيد قبل كده ربنا يحفظه بيقول محتاجين 15 طن حديد فلو ضربنا 15 طن أنا معرفش طن الحديد تقريبا بـ 40 ألف ولا بإيه دلوقتي لو ضربناهم عشان حد يتبرع هنقول الموضوع ممكن يكون تقيل على بعض الناس لكن بالنسبة برضو لبعض الناس أنه عمل خير ولا رقم بالنسبة له لكن فكرة أن لو جبنا زي ما بولي الشيخ عيد 15 واحد لو كل واحد تبرع بطن حديد أصبح يعني جزء كبير تم الإنتاء منه بعد كده نخش في مرحلة بل تشتباط زي المحارة زي الكهرباء زي السباكة وبعد كده ندخل إن شاء الله في مرحلة الفرش يا رب المسجد تحفة معمارية المسجد حاجة كده تفتح النفس لما تشوفه في الواقع زي ما رحت يومها مع الشيخ عيد اسماعيل تحس إن أنت وقف قدام صرح كده عظيم وإنت وقف بتبقى يعني بسم الله ما شاء الله لو بيت الواحد ربما ما يعملش اللي بيحصل فيه فبإذن الله عايزينه وينتيه على خير يا رب مكاملين معكم في دنيا ودين وأي حد عايز يساهم فيه بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز وزي ما كان معنا الشيخ عيد في التأليل هو أيضا معنا في الاستوديو وأكيد هيعلق ولو رأيه مرة أخرى في التأليل فضلا مولانا دعني أحييك بداية على هذا الإسقاط الرائح الله يكرمك وهذا السرد الجميل وأؤيد كلامك بكلام الله سبحانه وتعالى الذي يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن ودّا الله لماذا ودّا؟ لأنهم قريبين من الله سبحانه وتعالى أصحاب أعمال صالحة فديما صاحب العمل الصالح يا دكتور ودي من أهم ما يجلب للإنسان الخير ويفتح له أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب البركة أنه يعمل عمل صالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى فتجد في وجهه نور وتجد في وجهه حب وتجد في قسمات وجهه ارتياح كل من يره يحبه وديك سدن النبي صلى الله عليه وسلم شوف هنا ربنا يقول لك إن الذين آمنوا خلي بالك بقى آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا تمام شوف بقى سدن النبي يقول لك عليه الصلاة والسلام المؤمن الف مؤتلف الف مؤتلف الف مؤتلف يعني إيه يعني هو إنسان بطبعه رفيق رقيق هيّن ليّن يحب الخير ويحب اليسر على الناس تمام خلاص فربنا سبحانه وتعالى يجعله بالنسبة لقلوب المؤمنين وحتى غير المؤمنين مؤتلف سبحان الله يحبه أهل الخير ويحبه أهل البر والمعروف أكتر حتى من العصاو المذنبين العصاو المذنبين تجدهم أمامه مع إنه جبر ومتجبر وكذا وكذا ويخوف في الناس ويرعي بالناس وكذا أو جبار يجي قدام ربنا سبحانه وتعالى يهز كده هذا ينكسر أمامه ويرى من نور الله في وجه ما يجعله يتأدب عنده صحيح فشوف الجمال والعظم هنا لما سيدنا نبي يقول لك المؤمن إيه في مؤتلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء بيد الرحمن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن ولله مثلا معنى الكلام ده إيه إن عملك الصالح اللي بتعمله ده بينك وبين مين من ربنا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حلو كده مين اللي يملك مفاتيح الحب لقلوب الخلق الله الله سبحانه وتعالى القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن ولذلك في دعوة دايما كنا نسمع من أمهاتنا والناس الأفاضل البركة يقول لك روح ربنا يحبب الله الناس أو خلقوا فيك سبحان الله عارف الدعوة دي مش مباشرة الدعوة دي وراءها دعوة أجمل ألا وهي ألا وهي ربنا أحبك أيها ليه إذا أحب الله عبدا صحيح نادى جبريل يا جبريل يا جبريل إني تعمله يبقى حب ربنا ليك إنه يهديك لعمل الخير الله يردع منك بالضبط شفت كلها عاملة زي الحلقات لا إله إلا الله جميل عمل زي السلم أيها يدعون لك صحيح فيأتي المحبة من الله أو تأتي المحبة من الله طيب ربنا يكرمك مولانا سأزنكم نستأزن المشاهدين المحترمين معنا تقرير عن وصلاة المياه للناس أهلنا لهم الأكثر احتياجا ونرجع نكمل معكم في دنيا ودين ديننا هو دين التعاون ودين الرحمة ودين رحمة الخلق جميعا حينما ننظر إلى هذا الواقع واقع معيشة الناس هذه المعيشة التي نرى وهذه البيوت التي نراها من حولنا نجدهم يحتاجون إلى أبسط مقومات الحياة وإلى أبسط الأسس التي يقوم عليها بنيان الإنسان لا نقول لفعال الخير والذين يريدون وجه الله أن يفعلوا الأمور الصعبة ببناء البيوت وبصقف البيوت إلى آخره ولكن أسهل الأمور وأول الأمور هو ما يقوم عليه بنيان الإنسان وهو سقيا الماء كما أمرنا ديننا وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من المكان الذي نقف فيه ندخل الآن إلى حالة من هذه الحالات الإنسانية التي يعني يشعر بها كل مؤمن يغار على دينه ويغار على أعراض المسلمين ويغار على حياة المسلمين من دماغي لكي يكشف على أشاعة وعند الدوراء أنا بقلت عشر سنين ساكنة هنا وكما ترون الوضع لا يوجد ماء ونذهب إلى الجيران ونقول لهم يمللنا مرة يمللنا ومرة لا وفي مأتراب يأتي هنا من نهج جركن بثلاثة جنيه ولم يوجد الموضوع بصعوبة هنا وزمانتوا شايفين الوضع تواصلنا بالأستاذ ياسر وودانا للجمعية الخيرية بتاعة عمر ابن عبد العزيز وتواصلوا معي هنا وجولي وركبوا لي مواسير وقالوا لي إن شاء الله هنركبلك مية وزمانتوا شايفين يعني الوضع وكده ومعايا جزء أطول والموضوع صعب علينا يعني وزمانتوا شايفين الوضع أشكر جمعية عمر عبد العزيز اللي دخلت لنا المية وخلتنا نشرب بدل ما كنا رحنا للجرام وراجبينا وجرام ما تجبناش مية وساعد بوص في الشينة وساعد تقفل بوك في الشينة وأشكر اللهم يساعدونا وقد دخلونا المية وأشكر كل الخير اللي بساحموا للناس وساعدوا الناس أشكرهم كده ربنا يتعدهم يهنوم يا رب هم وكل نفس الكنية ويوفقوا أنا من يوم ما تخلط المية عدت باملة من البيت عندي وبشرب وبعمل بيها أنا فيها بساحب الجيب بس انبقوا غنيان اللي أنا راح عندي الجيران وأراح عندي أي حد في الدنيا أشكرهم اللهم اللهم عندما تدخلونا ومنهم أنا جهان محمد مطن من شاة عبد الرحمن كانت بعاني من المية وكانت بروح أشحط مية من الجيران واحد يجيب لي مرة ومتاني ما يجيب ليش وأشكر الأستاذ ياسر أبو شحاتي أكلمته أنه قبل تواصل مع جمعية بتاع عمر عبد العزيز وجه وصلوا له المية جزاء مالله كل خير وقفونا على المية سنة لواقته لا عندها مية وأرح أجب من الجيران وبنتكسب منهم ويقول لها كان عشان المية ومشكلة وكده وعاوز الحد بس يعني وصل لهم منها على المية وبنشكر الجمعية وأرى عمر عبد العزيز أركبت لنا السباكة وجولنا خزان بنشكرهم يعني ووقفنا على المي أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين شوفنا مبعض تقرير عن وصلات المياه للناس اللي هم حبيبنا وأهلينا الأكثر احتياجا اللي بيكونوا محتاجين حاجة زي كده وقد وصلة المياه تفرق معهم وفحيتهم اللي عايز يساهم في حاجة زي كده من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز وأكيد الشيخ عيلي اسماعيل هيعلى أكثر على تأرير وصلات المياه فضلا مولانا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حديثا يوضح أن الإنسان في نهاية هذا المطاف لا بد من أنه معروضا على الله سبحانه وتعالى تعرض على الله تجد بقى العمل من خير الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن تسقي إنسانا على ضمأه ولعل الأحاديث واردة في هذا المجال بشكل كبير جدا جدا من امرأة بغي سقت كلبا فغفر الله لها ورجل سقى قلبا فغفر الله له وإمرأة حبست قطة لم تطعمها وبل عذبتها فأدخلها الله نار إذن هي القضية قضية الرحمة دكتور نحن أمة كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت لناس خير أمة تطبيقا وعملا مش مجرد كلام مش مجرد شعارات تفقد من حولك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله قال من بات شبعانا وجاره جائعا وهو يعلم به صحيح فلنخل بالك تفقد متى جاءك سائل سواء على أرض الواقع أو في مشهدك هذا ورأيت من يحتاج مد له يد المساعدة فورا أرجوك لا تتأخر في هذا لأن الإنسان هو الذي يحتاج إلى هذا خلي بالحركة دكتور محمد الصدقة هي وعاء الدخاري بينك وبين الله سبحانه وتعالى تتصدق في الدنيا لتحصد ثواب ذلك في زمان آخر وتوقيت آخر وظروف أخرى أنت الأحوج إلى هذه الصدقة مش هو الفقير والله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمونا عليه الصلاة والسلام أن لذة العطاء أعظم من لذة الأخذ إنك تحس إنك فرجت عن إنسان كان محروم من أعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في الوجود جميل هي نعمة المياه ولذلك أنا بقولها وبكررها كتير اللي عايز الفرج في ضيق عليه ينفق في مثل هذه الأبواب بناء مسجد أمان وصلة مياه لأسرة تحتاج إلى ذلك وأكيد يعني في المؤسسة المحترمة يوثقون ذلك لك وبيتوصلوا مع حضرتك وحابب تروح تشارك بنفسك أهلا وسألا وتوقف والموضوع مش كبير يا دكتور الموضوع نقدر كل واحد فينا يعمل ده لو كل واحد فينا خد له باب من ده إنت قاعد نايم شارب آكل مش عارف إيه وغيرك محروم صحيح من أهم نعمة يعني العارف يأكل ولا يشرب ولا يطلع والله مرة شفت ناس قالك والله لينا 15 يوم المية مجات على جسمنا ولا قد نغتسل ولا قد نتوضى ولا لقيم مية نشرب وولدنا يصحف نص الليل يقولك عايزة شرب انت بتقوم تملاله من الحنفية ولا بتملاله من الكلدير ولا بتملاله من التلاجة وهؤلاء محرومون نحن مسؤولون عنهم امام الله سبحانه وتعالى صحيح مولانا ربنا كرمك بالتأكيد شايفين جهود الدولة في مساعدة اهلنا وحبيبنا اللي هم الاكثر احتياجا وشوفنا حياة كريمة موجودة الوقت في معظم أنحاء الجمهورية وشفنا بعض الأحياء زي الدويئة زي عشش مسبيره وشفنا حي الأصمرات بعد الشكل الجليد والنقلة الجليدة وعشش مسبيره وشفنا الوقت أبراج موجودة والحمد لله كل وقت بيعدي بتلاقي المؤسسات والجامعيات الخيرية اللي موجودة في مصر كلها بتعمل لخدمة ومساعدة أهلنا اللي موجودين معنا وعايشين معنا أي حد النهاردة عايز يساهم ولو بشيء قليل بس أنك بتسعد حد النهاردة ومحروم من المياه ويكون موجودة عنده في البيت هيكون من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز ويا رب يبقى كله كده عايش في نعم وكل واحد يبقى عايش مرتاح ويبقى دايما المحبة هيا المنتشرة بيننا وبين بعض ويبقى لعننا فكرة الكره والبغيض ونبقى دايما متربسين لبعض ووقفين لبعض وكل واحد عايز مصلحته بداية الحلقة كان عن الحب في الله فعايزين دايما ده هو اللي يكون موجود أكيد الشيخ عيد اسماعيل رسالة أخيرة كرة عن الحب في الله مولانا قبل ما نينه اللقاء النهاردة الحب في الله هو أعظم ما من الممكن أن يتذوقه الإنسان يتذوق هذا الحب فيكون صاحب رسالة يبلغ الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يحب والديه أحياء وأمواتا ويكرمهما أحياء وأمواتا يحب زوجته ويكرمها النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وصان قبل وفاته بالنساء قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات خادمات في بيوتكم الحب في الله يا دكتور هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يجمع قلوب هؤلاء الصحابة أصبحوا في زمن وفي وقت قياسي جدا بعدما كانوا يعبدون الحجر يعبدون رب البشر سبحانه وتعالى بعدما كانوا يعني يتحركون ويسجدون للأصنام أصبحت قلوبهم لله سبحانه وتعالى وبالله متصلة وبالخير العظيم العميم تتصدق وتنفق وشفنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاء من رحلة وكان فقير شفنا سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده من الذهب ما يقطع بالفؤوس لما مات وقد أنفق ماله كله في سبيل الله شفنا سيدنا عثمان بن عفان كيف فعل وحتى الآن يبقى ذكره وأثره في المدينة المنورة ببئر رومة ومزرعة النخيل لسيدنا عثمان بن عفان يريد كل واحد فينا يبع عنده هذا الهم وهذا الخير إن شاء الله يا رب شكرا جزيلا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ علي اسماعيل من علماء الأصدر الشريف ونحن نحبكم في الله ويا رب دايما تفضل المحبة دي اللي بيننا وبين بعضنا دايما موجودة ومستمرة إن شاء الله حد ما ربنا يفتكرنا يا رب دايما في خير وربنا يحفظكم جميعا ويسعدكم أشكركم شكرا جزيلا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة